اشتركوا في القناة أقول لشعب إسرائيل عن وقته المحدد وقت الله المحدد السلام عليكم نرحب بكم في هذه الحلقات الخاصة عن الأعياد اليهودية الأعياد الكتابية حين نجلس مع الله ونجد راحتنا فيه ورابا جيسون سيرافقنا في هذه الرحلة وسيساعدنا لنكتشف الأهمية الروحية لكل عيد من الأعياد أهلا بكم رابي جيسون السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك أخي؟ صورة برؤيتك أخي هذا المنظر رائع واو ليس مديعا؟ حسنا بأي عيد من الأعياد اليهودية سنبدأ في حلقتنا هذه؟ حسنا هناك ثلاثة أعياد ربيعية وثلاثة خريفية كما في لوين 23 وسنرى الآن العيد الربيعي الأول لوين 23 عدد أربعة هذه هي المواسم المحددة لأدوناي في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير أي عيد الخبز غير المختمر للرب سبعة أيام تأكلون ماتسا سبعة أيام تأكلون ماتسا سبعة أيام تأكلون ماتسا هذا هو عيد الفصح وهو مليء بالكثير من الغنى وهو مهم جدا لجميع الناس ليس لليهود فقط إنه يذكرنا بالخروج من مصر بالحرية وبعتق الله العظيم لنا ويذكرنا بشيء آخر يشير إلى المسيح وفي الواقع كل حدث كبير في حياة يسوع في حياة المسيح حدث في عيد يهودي هذا عجيب هذا شيء جدا ولا يمكن أن تفهم قصة يسوع التي في الأناجيل بدون أن تفهم قصة يسوع عيد الفصح لهذا أصل يهودي له أصل يهودي وهو أساس الإيمان هل سبق ورأيت الصورة الشهيرة لليوناردو دافينشي؟ نعم يسوع التلاميذ جالسين هكذا معا نعم نعم رأيتها العشاء الأخير هو في الواقع الفصح الأخير كانوا يحتفلون هكذا بمائدة الفصح واو كما كان يحتفل اليهود في ذلك الوقت بالضبط ربما إلى الآن نعم كثير مما نفعله بدأ من أيام موسى هذا شيق نحتفل بهذا العيد منذ آلاف السنين إذا رأيت صورة دافينشي للاحظت أن هناك بعض الأمور غير صحيحة أخبرني أخبرني إذا نظرت إلى مائدتهم ماذا كان نوع الخبز أمامهم؟ حسناً إنه الخبز العادي الذي يمكن أن نبتعه من أي متجر أرغفة رقيقة من الخبز الأبيض ما لا يمكنك أن تأكله في عيد الخبز غير المختلف نعم هو الخبز الأبيض الرقيق بل تأكل ماتزة خبز خاص خبز خاص بدون خمير وسنرى المزيد عنه بعد قليل وستلاحظ أيضاً ما في طبقه الطبق الرئيسي يبدو وكأنه سمك نعم لكن اليهود يأكلون لحم خروف الفصح لا سمك لا سمك وبعضهم يأكلون الخنازير ونحن لا نأكلها إنه حمل الله لا خنزير الله لا أعرف كيف يحدث ذلك هذا موضوع آخر سوف نناقشه نعم لاحقاً إذن هذا ما سنحتفل به الليلة لاحظ بعض الأشياء أول شيء سوف نقرأ من هذا هذا الشيء اسمه هاجادا هاجادا أي يخبر صديقي الذي يدعى كريس رآني آكل مع عائلتي وأقرأ من هذا في صورة فقال سأتعشى عندك فقلت هل عرفت أن أمي تطبخ جيداً؟ رد إذا كنتم تقرؤون قائمة الطعام قبل العشاء فلا بد أن أتعشى معكم قلت هذه ليست قائمة الطعام إلا إن كانت الوجبات ضخمة نعم هذا اسمه هاجادا وهو يحتوي على قصة عيد الفصح الترتيب والتقوس والصلوات وكل ما نحتاجه لهذه الليلة فيه كل شيء فتعرف الترتيب وما القراءة والترنيمة وكل شيء يجعلنا متفاعلين كل واحد يجلس بكتابه حول المائدة وكلنا نشارك معاً في تقوس عيد الفصح نعم هذا أول فصح أحتفل به لم أحتفل به من قبل كوني قساً أحتفل بالعشاء الرباني نعم في كل يوم أحد ولكنني لم أربطه قط بالعيد الذي نتحدث عنه اليوم لذا أنا متحمس جداً لهذا العشاء الرباني هو احتفال مصغر بالفصح وستفهمه الآن بمستوى جديد حقاً أتعرف؟ منذ سنوات قليلة اشترينا تلفازاً عالي الوضوح في معادي السوبر بول وشاهدت عليه السوبر بول وقلت ما زالت الصورة عادية لم أفهم أن هناك بث عالي الوضوح وبث آخر غير عالي الوضوح حين وجدت قناة عالية الوضوح قلت واو هذا أفضل جداً كانت الصورة أوضح أوضح وترى التفاصيل عندما تفهم المسيح من الجذور اليهودية عندما تفهم عيد الفصح هذا يطفي حياة على الأمور وترى الأمور كما لم تراها من قبل تلاحظ أيضاً أن هناك أربع كؤوس هنا هذه كؤوس مرتبة زمنياً لتقوص الفصح يبدأ التقص بالكأس الأولى وينتهي بالكأس الرابعة يستغرق التقص من ثلاث إلى أربع ساعات لكننا طبعاً سنختصر الوقت هنا لا تقلق لن أطيل عليك أربع كؤوس مهمة تأتي من خروج ستة عدد ستة وسبعة حيث وعد الله بأربعة أمور لبني إسرائيل نعم يقول وأنا أخرجكم من أفقل المصريين المصريين وأنقذكم من عبوديتهم أوكي؟ وأخلصكم بذراع ممدودة وأتخذكم لي شعباً أربعة كؤوس هناك أيضاً حروف اسم الله الأربعة يود هاي فاف هاي وهذا يرمز إلى أن الله مسؤول عن أمر العتق مسؤول عنه كله هناك أربع مرات سبينا فيها على مدى التاريخ كله السبي البابلي والفارسي واليوناني والروماني ونحن في السبي الروماني في تلك الأيام وأصل السبي كان في جنة عدن عندما أخطأنا إلى الله السبي هو البعد والانفصال عن الله عن الله لايس فقط عن الله انتظر تذكرنا الكأس الأولى بأننا ابتعدنا وانفصلنا عن الله والكأس الثانية بأننا ابتعدنا وانفصلنا عن الآخرين وابتعدنا وانفصلنا عن أنفسنا عن هويتنا وهدفنا الحقيقيين معنوياً الكأس الرابعة هي انفصال جسدي منذ الخلق المرض والكوارث الطبيعية كل تلك الأمور وجاء المسيح ليمحو كل أبعاد السبي ومظاهره تلك حتى يمكننا أن نتغير وأن نفتح لذا سنبدأ بهذه بهذه الكأس الأولى تعرف الكأس الأولى بكأس التقديس الخطوة الأولى من الطقس تسمى قديش نقوم بهذه الخطوة في الطقس مزينة بشعور خاص جدا من التخديس للرب وسنبدأ الطقس بنفس الطريقة التي بدأ بها يسوع فصحه هو وتلاميذ هو بدأ أيضا بمباركة الكأس الأولى ونقرأ عن هذا أيضا في الإنجيل يقول شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم لأني أقول لكم أني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله نرى هذا في لوقة 22 بدءا من عدد 14 لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله لذا نبدأ الطقس بنفس الطريقة فنبدأ بصلاة مثل هذه يمكنك أن ترفع كأسك الأولى وتميل إلى اليسار على وسادة لأن العبد يأكل واقفا لذا نميل لنتذكر حريتنا لأنه في الماضي لم تكن هناك طاولة ولا كرسي لذا تذكر نحن أحرار بسمي يسوع فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا ثم نأخذ أول قطعة من العشب الذي يسمى كارباس إنه باقدونس هذا نأخذه ثم نغمسه في الماء المملح بماذا في رأيك يذكرنا الماء المملح؟ يذكرنا بزمن الوجود في مصر وبالدموع مثلا والعبودية والوقت العصيب الذي مر به شعب الله في تلك الفترة هذا صحيح عرق وجوهنا والدموع نقول البركة باروخة دناي إليهن ملقاولا فوري فوري هادما آمين آمين اللون الأخضر يذكرنا بتلك الأداة التي استخدمت لوضع دم خروف الفصح على عتبة وقائمتي البيت ثم بعد ذلك سوف نكمل خطوة تالية مهمة جدا في هذا الطقس هذه اسمها ماتزا تاش أو حقيبة ماتزا وهذه الحقيبة حقيبة واحدة بها ثلاثة أجزاء هذا شيء وفي كل جزء من هذه الأجزاء توجد ثلاث قطع من الماتزا وما نفعله هو أننا نأخذ القطع الوسطى من الماتزا نعم ونقسمها إلى قطعتين غير متساويتين ثم نعيد القطع الصغيرة إلى الحقيبة نعم ونغلف القطع الكبيرة بقماش أو منشفة من الكتان وهذه يخبئها رأس البيت ويكون على الأطفال أن يجدوها ويحرروها إنها آخر شيء نأكله في تقصي عيد الفصح الحاخمات يسألون لماذا ثلاث قطع من الماتزا من أين أتى ذلك التقليد؟ ولماذا تكسر القطع الوسطى؟ لماذا القطع الوسطى؟ نعم يقولون الأجزاء الثلاثة هي إبراهيم وإسحاق ويعقوب لكن لماذا إسحاق هو الذي يكسر؟ أمر غير مفهوم أعتقد أن مصدر التقليد أدبع يسوع الأوائل وفكرة التثليث ثلاثة وهم واحد القطع الوسطى هي التي تكسر وتغلف وتوضع جانبا حتى نهاية هذه الوجبة إنها صورة جميلة للمسيح قطعتين غير متساويتين لماذا؟ لأنهما يذكرانا بالعالم الجزء الصغير هو الدنيا الجزء الكبير يذكرنا بالعالم القادم والوعد بالأبدية في السماء هناك أيضا سمتان للمسيح المسيح ابن يوسف المسيح المتألم الذي مات ليفدينا والمسيح ابن داود الذي أتى وأسس الملكوت الأول هو الحمل والثاني هو الأسد ونتذكر أنه أخذ الجزء الأكبر لنفسه من الألم وترك لنا الجزء الصغير بالمقارنة ما زال هناك الكثير سنكتفي بهذا الآن ولضيق الوقت نختصر يقول التقليد إن رأس البيت يغسل يديه بالعبري راخ أتس وهنا نتذكر شيئا إن يسوع وقتها بدلا من أن يغسل يديه غسل أرغل التلاميذ هذا شيء كعلامة على توضعه كعلامة على أنه ملك خادم وعلى أنهم كانوا في حاجة إلى الغسل والتطهير روحياً ليدخلوا إلى ملكوت الله آمين آمين مذهل ملك الولوك يغسل الأقدام يا لها من صورة دعينا لنخدم نعم لقد أتى ليخدم لا ليخدم صحيح ثم نحكي قصة الفصح أننا كنا عبيداً في مصر ونتذكر أننا نزلنا في أيام يوسف ثم حكم فرعون لم يكن يذكر يوسف وكان خائفاً لأن بني إسرائيل كانوا يتزايدون بسرعة فظلنا أنهم ربما يقفون في صف أعدائه لذلك كدر حياتهم وقرر أن يستعبدهم لكن الله استمر يباركهم وبعد ذلك اعتنى الله بطفل واحد معين يدعى موسى أنقذته ابنة فرعون وتربى في بيت فرعون وفي النهاية قرر أن يفعل شيئاً من أجل شعبه وفي النهاية رفعه الله ليكون مخلصاً فقال لفرعون تلك الجملة الشهيرة أطلق شعبي يا فرعون ليعبدوني شلاءات آمين ثم لم يوافق فرعون أن يطلقهم وفي كل مرة يرفض كانت تأتي ضربة على مصر وبعد الضربة الأخيرة أسوأ ضربة موت الأبكار أطلقهم أخيراً ترك شعب إسرائيل يخرج ثم غير رأيه قال اقتصاد مصر سينهار أعيدوهم أين العمال الرخيصة؟ أعيدوهم فأحضر قواته وعرباته وذهب وراءهم وبدأ أن إسرائيل صاروا في ورطة البحر من جهة نعم وقوات فرعون تتقدم من جهة ووقعوا بينهما ما العمل؟ لكن الله يصنع طريقاً حيث لا يوجد طريق هللويا شق الله البحر ومشى شعب إسرائيل في البحر وعندما لحقهم فرعون أغلق البحر وصنع خلاصاً عظيماً نحكي قصة الفصح هذه جزء من تلاوة قصة الفصح في الكأس الثانية المعروفة بكأس التحرير أو كأس الضربات وهي تذكرنا بالضربات العشر وقبل أن نشرب هذه الكأس نسكب عشر قطرات لماذا؟ لأن عصير العنب يرمز إلى الفرح ونحن لا يمكن أن نفرح بآلام إعدائنا حتى لو لمصلحتنا شيق جداً لذا نقلل فرحنا عشر مرات وهناك المزيد هل تعرف لماذا كانت أول معجزة صنعها يسوع هي تحويل الماء إلى خمر؟ لا لأن أول معجزة لموسى تحويل الماء إلى ماذا؟ إلى دم صحيح يسوع أعظم من موسى لم يأتي ليجلب موتاً بل أتى يسوع لتكون لنا حياة وليكون لنا أفضل هللويا إنه لا يريدنا أن نعيش في احتياج عندما نملأ هذه الكأس نملأها لآخرها لأنه من فيض بركاته أتى لتكون لنا حياة أفضل هللويا وغينما كان على الصليب يحتضر نعم كانت هناك ثلاث ساعات من الظلم نعم لماذا ثلاث ساعات؟ لأن الظلم كانت ثلاثة أيام حدث هذا عندما حرر الله شعبه الدربة تساع على مصر هوشيك ثلاثة أيام من الظلمة والدربة العاشرة حسناً كانت ضربة موت الأبكار وكان ذلك هو ابن الله البكر يسوع على تلك الخشبة يموت من أجلي ومن أجلك وهو مثل حمل الفصح هللويا نتذكر هذا مع هذه الكأس نتذكر الخلاص العظيم ليس خلاصاً صغيراً لكنه معجزي صنعه الله ثم نبارك الكأس الثانية ثم نشربها وبعدها نكمل في مسيرة هذا الطقس ثم يغسل كل منا يديه للمرة الثانية وهذا اسمه الوجبة المقدسة ليست وجبة عادية بل وجبة مقدسة وعندما نرفع الأيدي فنحن نرفع هذا إلى الله نرفع أنفسنا كأني أقول يا رب أعطني يديني طاهرتين وقلباً نقياً بينما أستعد لآكل هذه الوجبة الروحية المميزة المقدسة المهمة للغاية لنتذكر أن الأكل عمل روحي نعم نشكر الله على ذلك وبعد ذلك نستمر في تقديمنا لتقصي الفصحي هذا وعند هذه النقطة سنلقي نظرة على بعض العناصر المتنوعة الموجودة أمامنا هنا لدينا عدد من العناصر المتنوعة هنا تذوقت العنصر الأول نعم لقد تذوقت مع الماء المالح مع الماء المالح لكن يجب أن نشارك في ثلاثة أشياء في تقصي عيد الفصح الأشياء الثلاثة هي الماتسة والأعشاب المرة وثالث شيء هو خروف الفصح الآن حان الوقت لنأكل معاً بعض الأعشاب المرة العجب المر الأول الذي سنأكل منه يعرف باسم المارور هل قلت مارور؟ مارور نعم سناكل الآن من هذا المر المر شيء مهم جداً لأنه يذكرنا بمرارة تلك العبودية في مصر نعم في مصر إذن هذا المر في الواقع مصنوع من الفجل الحار يجب أن تأكل مقدار نصف ثمرة ولكن لن أفعل هذا بك اليوم نحن نسميه الدواء اليهودي لأنه سيشفي جيوبك الأنفية فإن كنت تعاني من الزكام فهذا مفيد لك نقول صلاة قبل أن نتناول الماتسة ويليها المارور يا رب بارك لنا في هذا المارور مارور حسناً طعمه جيد طعمه جيد في ليلة الخيانة ليسوع قال إن الشخص الذي سيخونه هو الشخص الذي سيغمسه معه في الصحفة غمس في المر لأنه يذكرنا بأن الحياة بدون علاقة مع الله هي حياة مرة جداً وقال يسوع عن يهوذة الشخص الذي سيخونه خير له لو لم يولد قط ثم نأتي إلى العشب المري الثاني ولا نأكل مرة واحدة بل نأكل مرتين وفي الواقع قبل أن نأكل هذه الأعشاب المرة نقول البركة التقليدية على الماتسة أحد الأسباب التي لأجلها نأكل الماتسة هو أنه يذكرنا بحقيقة أننا كنا عبيداً في مصر وأخرجنا الله بيد قديراً وبذراع ممدودة وأخرجنا بسرعة شديدة فلم يكن خبزنا قد اختمر لأننا خرجنا متعجلين الخبز لم يختمر فأكلوا خبز ملة لذا نأكل خبز ملة ليذكرنا بالفداء العظيم هذا هو خبز الفداء لكنه أيضاً خبز الألم إذ يذكرنا بالعبودية في مصر لذا سنأكل هذا الساندويش هذا الساندويش مكون من المر وشيء آخر يدعى خروسة وهذا الخروسة يذكرنا بالمرطار الذي يستخدم في صنع الخبز هل قلت خروسة دون تلعثم؟ خروسة خروسة لقد نجحت حسناً سنأكل هذا هذا ساندويش صغير تفضل خذ خذ قدمه هناك بعض الخص وهو يعتبر عشباً مراً أيضاً وهذا أمر شيء لأن طعمه ليس مراً بل حلواً لماذا طعمه حلو؟ لكي نفهم أننا حين عرفنا أن الخلاص قادم صارت مرارة العبودية حلوة المذاق ويذكرنا بأنه حتى في وسط تحديات الحياة الكثيرة يجعل الله كل الأشياء تعمل معاً لخير للذين يحبونه المدعوين بحسب القصد آمين آمين هل حملت هذا؟ نعم هذا يسمى بيت ساعة بيت ساعة إنها بيضة حسناً بيضة بنية وأحياناً تكون مشوية وهي تذكرنا بالذبائح الخاصة التي كانت تقدم في الهيكل كل يوم لكن تقدم خاصة في الأعياد تذكر أن الكتاب يقول إن الحياة موجودة في الدم نعم وقال الكتاب إن بدون سفكي دم لا تحصل مغفرة للخطايا نعم إنها تذكرنا بذلك البيضة تذكرنا لماذا بيضة؟ الحياة تخرج من البيضة وهي فكرة تبادل الحياة نحن نستحق الموت لكن هناك بديل عنا حينها كانت هناك ذبائح في الهيكل لكن لا توجد الآن نعم نحن نتذكر فقط وهي أيضاً مستديرة مثل دائرة الحياة الربط واضح هذه البيضة تذكرنا بهذا الرمز بهذا الرمز نعم بهذه الحقيقة نعم إذن تذوقنا الآن وأكلنا الأعشاب المرة والآن حان الوقت لنشترك جميعاً في وليمة احتفالية معاً وهذه الوليمة الاحتفالية ستكون شيئاً نأكله كعائلة معاً وستكون وقبة كبيرة جداً ولذيذة جداً وسيكون فيها دقاج وربما لحم بقر وشربة لحم وما طاب من الطعام سنأكل هذا معاً في منتصف الوقت هذا صحيح نأخذ استراحة نأخذ استراحة ونحتفل معاً لأن هذا عيد واحتفال كبير ثم بعد أن نأكل معاً نأتي إلى شكر الله الشكر بعد الأكل ونفعل ذلك بعد بركة الأكل مع الكأس الثالثة والكأس الثالثة تعرف بعبارة قوية إنها كأس الفداء والمميز أنها ثالث كأس لماذا هي الثالثة؟ لأنها تذكرنا بدم خروف الفصح الذي على العتبة العليا وعلى القائمتين أي جوانب الباب نعم ثلاثة أماكن نعم قال الله حين أرد دم على تلك الأماكن الثلاثة سأجعل ملاك الموت يعبر ولن يدخل الموت إلى المنزل صحيح هذا ما تذكرنا الكأس به ونقرأ عن هذا أيضاً في العهد الجديد وهي تذكرنا بالعهد الجديد أيضاً في إنجلي متى في إصحاح 26 يقول إنه لأن يسوع رفع الكأس وفيما هم يأكلون أخذ يسوع أخذ الخبز الماتزة وباركة وكسر وأعطى التلاميذ إذن حتى قبل أن نشرب هذه الكأس هناك أمر فعله المسيح قبل هذه الكأس وهو ما يذكرنا بخروف الفصح نعم أخذ في يده هذا الماتزة الجزء الذي كسر خطعة الماتزة الوسطى التي كسرت نعم وهي مرتبطة بالكأس الثالثة وهي مرتبطة أيضاً بما نراه هنا كما ترى وهو العظم الذي يذكرنا بالحمل المذبوح لا نأكل الحمل اليوم في عيد الفصح لأنه لا يوجد هيكل لا يمكننا أن نقدم ذبائح دموية ولكنه يذكرنا بهذا الواقع ولأننا لا نأكل الحمل اليوم ما هو البديل للحمل؟ نحن نستبدله بالقطعة الوسطى من الماتزة هذا يذكرنا بجسد الحمل وهذا أيضاً يذكرنا بالدم دم الحمل لذلك يجب أن يجد الأطفال هذا ويجب أن نحرره من أين أتى ذلك التقليد؟ لا نعرف ولكن انظر إلى تطبيقه يقول بعد العشاء أخذ الماتزة وباركه يسوع وكسره وعندما قال لتلميذه العبارة الشهيرة التي نعرفها هذا جسدي المكسور عنكم لنأكل ونتذكر نعم فكر في الأمر الماتزة بدون خمير أي خطية مجروح وعار ومسحوق ومكسور إشعية 53 مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا وبحبره جروحه نحن قد شفينا دفنا دفنا يسوع في القبر وفي النهاية يعود ولكي تصبح الدائرة مكتملة هو سوف يعود ثانية المسيح سوف يعود ثانية في كل مرة نتناول من عشاء الرب هذا هو نعلن هذا نعلن هذا كسر جسد المسيح من أجلك ومن أجلي من أجلي فدائنا آمين آمين وبنفس الطريقة أخذ كأسا وشكر الرب أشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجلي كثيرين لمغفرة الخطايا وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي ثم نأخذ الكأس الثالثة كأس الفداء فكر في الأمر لحظة كما كان عليهم وضع الدم على العتبة نعم ليعبر المهلك مات يسوع كحمل الفصح بالإيمان يجب علينا أن نضع دمه على حياتنا عندها سوف يعبر الموت عنه ونأخذ بذلك حياة أبدية في يسوع المسيح صحيح حمل الله الأعظم يرفع عنا خطيان وفي كل مرة نحتفل بتناول عشاء الرب ننظر إلى الكأس الثالثة التي تذكرنا به وثلاثة رقم الفداء حيث نرى ثلاثة صلبان المسيح وشخصين آخرين ثلاثة ساعات ظلمة ثلاثة أيام في القبر ثم قام من الأموات ثلاثة أماكن للدم على الباب ثلاثة قطع ماتسة كل هذا له علاقة بالله وبالفداء العظيم وبحقيقة أن الآبا والابن والروح القدس لهم علاقة بفدائه أمين أمين هللويا وبعد ذلك نحن نرى كوبا أمامنا هنا وكرسيا هنا هذا كوب إليا وكرسي إليا يفتح الأطفال الباب ليروا إن كان إليا جاء لأنه مكتوب أن إليا سيأتي ويهيئ الطريق للمسيح في سفر ملاخي لذا نأمل أن يأتي المسيح هذا العام ويكون إليا واقفا على بابنا يهيئ الطريق يجب أن نكون جميعا مترقتبين ربما يكون إليا قادما ربما هو في الخارج أتى يحنى المعمدان بروح إليا وقوته ليهيئ الطريق لكن الله سيرسل نبيين كما يقول في سفر الرؤية تذكر سيصنعان آيات وعجائب لذلك ننتظرهما ثم نأتي الآن إلى الكأس الرابعة نعم الكأس الرابعة هي كأس الشكر والقبول حيث نشكر الله ونسبحه على كل ما فعله لنا تذكر الكؤوس الأربعة السمات الأربعة للخروج والسمات الأربعة للفداء إلهي إلهي لماذا تركتني ليخرجنا خروجا روحيا نعم ليقربنا إلى الله يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ليصنع فداء ومصالحة في علاقتنا مع الله أما هذه الكأس الثالثة تذكرنا أيضا بأن نعرف هدفنا وتشفى مشاعرنا والكأس الرابعة تذكرنا بحقيقة الشكر وأيضا بأبعاد الخروج الأربعة المادية من خلال المسيح تشفى أرواحنا أكسادنا عواطفنا وعلاقاتنا توجد حياة أفضل وتغير متاح لنا في اسم يسوع المسيح هل يمكن أن تختم لنا بالصلاة من أجل ما سيفعله الله لنا؟ أصلي أن يختبر كل شخص يشاهدنا فصحا شخصيا في حياته وأن يجد الغفران والحرية جسديا وروحيا وعاطفيا أيضا باسم الرب يسوع المسيحي مخلصنا آمين آمين أشكرك بشدة رابي جيسون أشكرك يا أخي أرجو أن تتابعوا معنا المرة القادمة حيث سوف نناقش معا بقية الأعياد ترجمة نانسي قنقر